السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هنتكلم على نبات الحز او نبات البامبو النبات ده جميل جدا يا جماعة بيدي طاقة ايجابية في المنزل وبيسحب الطاقة السلبية لأول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس لو عجبك الفيديو دوس لايك ويا ريت كلنا نشارك الفيديو مع اصدقائنا وصحابنا خلي الكل يستفيد اولا النبات البامبو من النباتات الجميلة جدا النبات الداخلي بيعيش داخل المنزل طبعا بحاجة لاضاءة معتدلة ممكن تزرعه في اي مكان لكن بعيدة عن اشعة الشمس لان اشعة الشمس بتضر وبتخلي الاوراق تصفر تاني حاجة الاماكن بلايش نحطه في الاماكن اللي ضاعة فيها الوليلة او ضعيفة لانه لا بتساعد على نمو نبات البامبو نبات البامبو بينفع طبعا بينمو في المياه وبحاجة اهم حاجة نغير المياه مرة كل اسبوع او كل خمس ايام ولازم المحافظة دائما على نظافة الوعاء الزجاجي عشان الفطريات ما تلموش فيه وهم حاجة كمان بنحط نبات البامبو في اناء زجاجي طويل ما يناسب النباتة يعني حضرتك دلوقتي لازم ان تكون اناء كبير من الزجاج ولازم ان نكون يقوم بتنظيفه على طول وتغيير المياه فيه على طول سريع عشان كمان الفطريات ما تلموش لو عندك نبات البامبو ما عندوش طبعا انت لو حضرتك ليه تزارع نبات البامبو في الماء اهم حاجة من سوب المياه من خمسة سنتي لسبعة سنتي من قاعدة يعني تحطه من خمسة سنتي لسبعة سنتي ده قويس جدا اما اذا كانت النباتة لها جذور فينسى ان تكون مغطاة بالكامل بالمية يعني انت لو فيها جذور لازم ان تغطيها بالمية كاملة تحط الاناء لحد المية الكاملة كل ما النبات بينمو بتزود ليه مية لان هو بيحب المية كل ما زادت الامتصاص طبعا للماء اكتر لازم ان تزود وكمان المجموعة الجزرية بتكتر معي الزراعة بتاعته زراعة نبات البامبو بيتزرع بالتعقيل بيتزرع بالتعقيل طبعا اهم حاجة وانت بتقص العلا لازم تفضل السيكان او الغسل السميك او الغليز او الكبير يعني وبتقص من 10 ال 15 سنتي وهما حاجة يتم وضع شامعة في الجزء العلا لازم ان تنقط شامعة من الجزء العلا عشان تنفع معاك وما تغفنش فيه ناس كتير سالك ويالت يا محمود احنا عندنا فيه عنده نبات البامبو وفيه مشاكل كتير جدا اول مشاكله طبعا احتراء وجفاف كمة النبات يعني ده انت فيه عندك مثلا مصفر او بيتحرق او بيموت النبات من الفوق طبعا ده بيرجع لعدة اسباب اهمها قلة الرطوبة وكمان سبب اخر يا جماعة هو زيادة الكولور في المية طبعا بتكون نسبة المية اللي بنشربها بتكون نسبة عالية ودي بتضر بالنبات فاحنا بنحط له مية بدون كولور ده يفضل تاني حاجة تاني سبب زيبولي الاوراق بتدد دابلان الاوراق وضعف النمو النبات وده يكون بسبب وضع النبات في مكان ضل كتير واضع قليلة اول عكس تحطه في اضاءة كتيرة فده بيكون بسبب ضعف النمو لوراق لاحسن انت تنقل النباتك في مكان اضاءة جيدة وبعيدة عن اشعة الشمس ياريت كل الفيديوات بتجب حضراتكم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو وتدوس لك لو عجبك وهي سؤال سجله في كمان تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته